اهلا بحضراتكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا زي ما حضراتكم طبعا عارفين وزي ما كنت بتكلم مع زملائي حول افطار الاسرة المصرية النهاردة اللي كان ليها شرف ان انا كنت ما دعو على مائدة هذا الافطار فخمة الرئيس شاهد حفل افطار الاسرة المصرية وسط مشاركة شديدة الاتساع وليست واسعة فقط من شخصيات عامة ومواطنين ورؤساء احزاب سياسية واعضاء مجلس نواب واعضاء مجلس الشيوخ واعضاء مجلس الوزراء واعلاميين وصحفيين ورؤساء التحرير وقياديين في مبادرات وفي برامج تنموية مختلفة وايضا جانب لا بأس به على الاطلاق مما يحق لك ان تطلق عليه ما بين قصين ثقيلين المعارضة الديمقراطية في مصر وهنا تقدر تقول انه الفرق واسع جدا ما بين انك توصف سياسيين بانه هم معارضين وانك توصف ناس لهم سياسيين ولا هم معارضين بالعكس بل هم اعداء حقيقيين للدولة بانك تحطهم في خانة المعارضة النهاردة كان قاعد على مائدة هذا الافطار حاضر في هذا الافطار جانب واسع جدا من الطيف السياسي المعارض المصري بالتحديد بل وايضا هم في صدارة المجلس في مائدة مباشرة امام فخامة الرئيس وضيوفه الكرام الرئيس بدأ الفطار بالتهنئة بسائر الاعياد اللي موجودة عندنا في مصر اذا كان رمضان المعظم او العيد باذن الله عيد الافطار باذن الله سبحانه وتعالى او خميس العهد او الجمعة العظيمة او عيد القيامة المجيد كل سنة وكل المصريين بخير وبصحة وسلامة بالاعياد المباركة قال كده خلال هذا الافطار تقريبا تقريبا نصا الرئيس الحقيقة اتكلم في اكتر من محور وعلق على اكتر من موضوع فيه بالتأكيد الكلمة الرئاسية اللي بتحضر بشكل مسبق الرسمية والرئيس بدأ بيها وبعدين قال نصا ائذنولي اخرج عن النص وبدأ يتكلم على مسلسل الاختيار ثلاثة وتفاصيل الستة وتسعين ساعة شديدة الخطورة والرئيس قال بالزبط كده قال ان اللي انتو تفرجتوا عليه في هذا المسلسل هو بمنتهى الامانة بمنتهى الامانة هو اللي حصل في الواقع في نفس ذات الوقت الرئيس كمان خلال كلمته قال انا عايز اكلمكم بالزبط كده انا عايز اكلمكم على الوضع الاقتصادي في مصر في 11 و12 ومش هقول لكم من 13 و14 و15 وحتى الوقت الحالي في عام 22 لكن انا هكلمكم على 11 و12 وازاي تم استنفاذ الاحتياط الاحتياط النقدي اللي تبنى خلال سنوات خلص خلص المصر خسرت فلوس بمليارات الدولارات الف وقت كانت دولار وقتها بتمانية جنيه قال فانتو لكن زم تتصوروا وتفهموا انه الازمات السابقة لا تسقط بالتقادم ليه لانه ليها تدعياتها طول الوقت ما انا مش هقدر امسحها ده نص كلام الرئيس بالمناسبة وده كلام مهم جدا علشان وانت بتحاول تفهم اللي بيحصل دلوقتي بالمناسبة الرئيس في كلمته سواء اذا كانت الرسمية او الكلمة التي وصفها فخامة الرئيس بانها خروجه عن هذا النص المكتوب او المحضر مسبقا فقال كده قال انا هكلمكم على اللي بيحصل دلوقتي بمنتهى الوضوح وبمنتهى الامان وقال ما كانش مقدر انه الازمات اللي فاتت دي تعدي لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ساعدنا اولا وقال كده بالظبط ومش انا ولا الحكومة انتو ارادة المصريين ثانيا هي اللي خلتنا وصلنا ان احنا نقدر نبني احتياط جديد ونبني البلد من اول وجديد ونوصل انه تيجي الكورونا واحنا نعدي من هذه الازمة والان في ظل الازمة الاوكرانية ده طبقا لاستخدام مصطلحات الرئيس قال الازمة الاوكرانية فيه ازمة ايوة تلقي بظلها على العالم ايوة لكن هنعديها زي ما عدينا اللي فات الرئيس قال ايضا في هذا الافطار افطار الاسرة المصرية قال انا عهدي معاكم دايما الصدق والاخلاص في العمل والنوايا والتجرب من الانتماء الا للوطن فقط ابتغاء لوجه الله سبحانه سبحانه وتعالى وقال برضو جملة كانت من الكلمات اللي خلتني يعني انا قعد بقى على الكل قمت وقفت ساقف الاختلاف في الرأي خد بالك لا يفسد للوطن قضية تختلف وانا تقدم طرح اوعى تفتكر ان دي معارضة بالمناسبة بقديم عندنا يعني اوعى تظن انه لما تقول ده وحش انت كده بقيت معارض لا او انت كده مش معارض انت كده في الكلام وزي ده وحش فاهمني بقى وحش ليه حلو جميل ها والحل ايه بقى يعني لم يجي حد كده يطلع لك على فيسبوك ولا يكتب لك كلمتين على تويتر ولا يعمل لك فيديو على تيك توك يحض يصول ويقول ان ما يحدث في مصر انه الانهيار انه اللي حلو قل لي الحل يا عفريت انا عايز الشاقي يقدم لي الحل بقى هو ايه الاشقية خلصوا ولا ايه مش الاشقية الشطار دول لما يجيوا يقولوا ان في مشكلة يقدمونا قدامها الطرح الاخر اذا المعارضة دايما مسئوليتها طالما انها اتخذت القرار بانها تختلف وده حق تختلف وتقول انا مش عاجبني كذا ومش عاجبني كذا ومش عاجبني كذا جزء من المسئولية السياسية على المعارضة طالما انها اختلفت في الرأي او في الرؤية او على المصار انها تقدم طرح اخر طرح اقتصادي وطرح اجتماعي وطرح للازمات الثقافية والفنية والسينماية وهكذا على بقى اختلاف النواحي والمناحي الموجودة داخل البلاد لكن ان احنا هنتكلم المعارضة المصرية الاسنين طويلة جدا كانت معارضة واعية جدا فرقوا يا سادة يا كرام ما بين المعارضة وما بين من يعاديك ومش عاوزك تنجح وبيشتغل اولا على احباطك دي حاجة يحبطك يضمر نفسيتك يخلي الدنيا سودة قدام العينين وتيجي تقوله طب ايه الطرح يقولك لا الحلول كتير تقوله طب ادي لي حل سكت ما نطقش ما نطقش على كل لازال لدينا الكثير من الكلام حول الافطار النهاردة افطار الاسرة المصرية بحضور فخامة الرئيس ولكن استأذنكم نروح لفاصل ونرجع لكابل الكلام طيب اهلا بيكم معنا مرة تانية بقى احنا هنقعد ايه ندرد شوية على افطار الاسرة المصرية اللي حصل النهاردة الرئيس زي ما كنت بيقولك هو اتكلم على اكتر من موضوع واثار اكتر من نقطة نقاش وبالمناسبة ما كلهم مهمين جدا 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 بس انا عايز مش اتخطاهم لكن عايز اطلع بيك على مجموعة من القرارات اتخذها الرئيس واعلن عنها في نهاية كلمته تماما الرئيس كلف المؤتمر الوطني او ادارة المؤتمر الوطني للشباب باطلاق احط بقى ما بين قصين حوار سياسي بين القوى السياسية والشبابية والوطنية المختلفة لا لإيه بقى لانها تتبنى انه يحصل تبني لهذا الحوار ووعد بانه هيحضر الحوارات النهائية او الجلسات النهائية في هذه المحاورات وده مهم اوي مهم انه يحصل حوار ومناقشة ما بين الطيف الواسع للعمل السياسي المصري الطيف الواسع هنا بيشمل اختلافات ايديولوجية وبيشمل اختلافات في الرؤى وبيشمل ايضا اختلافات في الفئة العمرية وما الى ذلك وده مهم اوي وبالذات داخل فئة الشباب المصري المهتم بالعمل السياسي او الذي يمارس بالفعل العمل السياسي ده شيء شديد الاهمية شيء شديد الاهمية لانه بيخليك طول الوقت قاعد عمل بتتبادل في رؤى ووجهات نظر والناس بقدر الاختلاف تجدها انها في النهاية خالص تقدر تخرج بمجموعة من التوصيات ومجموعة من المتفق عليه وحتى في المختلف في المختلف عليه ايه اللي بيحصل بنشوفها نقدر ازاي نقدر نوصل لنقاط التباس حتى في اطار امور قد يختلف عليها في بعض الاحوال ولكن يبقى ان الوطن هو الركيزة الاساسية والارض الجامعة للكل في اطار تكليف فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب واللي بيتم تنظيمه زي ما انا اسف تحت مضلة الاكاديمية الوطنية للتدريب خلال افطار الاسرة المصرية الرئيس كلف باطلاق هذا الحوار السياسي ما بين كافة القوة السياسية كلها سياسية وشبابية بطبيعة الحياة طيب على ايه؟ على انه تيبقى فيه سلسلة من الحوارات حول اولويات العمل الوطني ايه هي الاولويات؟ ما تيجي نرتبها سوا خد بالك من كلمة سوا ورفع نتائج هذا الحوار لمين؟ لسياته شخصيا يعني الرئيس بنفسه هو اللي هيطلع على ذلك وزي ما كنت بقولكه ووعد الرئيس بحضور المراحل النهائية من هذه الحوارات والمناقشات علشان الهدف فكرة هو تطوير الرؤية تطوير المقترح البناء احنا بنخلق او الرئيس عاوز يخلق شكل من اشكال التفاعل الوطني تفاعل ما بين القوة السياسية اللي ممكن تبقى مختلفة فيه اراءها مختلفة فيه افكارها مختلفة فيه منطلقتها الفكرية وبالفعل اعلنت الاكاديمية الوطنية تبنيها فورا لتوجيهات الرئيس وتنفيذ هذه التوجيهات الخاصة بالرئيس علشان يتم عقد عدد من هذه اللقاءات ما بين كافة تاني كافة القوة السياسية والشبابية ضمن هذا الحوار ونبدأ بقى نشتغل على تطوير اجندة الافكار من جانب هذه القوة وما الى ذلك التفاعل السياسي ده مهم جدا 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 في هذه المرحلة وايضا في المراحل القادمة اللي فات كان صعب وعدناه اللي جاي يظنه المزيع انه اكثر سهولة ولكنه ما هواش هين هو بس اكثر سهولة وبالتالي اصبح في عندنا بقى كده ايه رؤية اوضح لايه لقضايانا الملحة رؤية اوضح لايه لا اولوياتنا ازاي نقدر نشتغل ازاي نقدر الدولة المصرية انها تواجه تحدياتها وتواجه المتغيرات اللي بتحصل على مستوى العالم بصوا يا سادة اردت ذلك ام لم تريد تصدق ذلك او لا تصدق تلتفت الى ذلك او لا تلتفت ايوة الخريطة السياسية بتاعت العالم خريطة التوازن السياسي مش الخريطة السياسية اللي هي الحدود وان كان ده وارد يعني بس خريطة التوازن السياسي في العالم دلوقتي وإحنا بنتكلم بتتغير أنا متذكر كويس جدا أنه المزيع قال بمنتهى التواضع في وقت ما ظهرت جائحة كورونا في نهايات سنة عشرين عشرين ساعة منا يعني جيت هذا البرنامج أنه يا جماعة الكورونا سوف تكون ليست مجرد جائحة متعلقة بصحة البشرية وإنما هي جائحة كاشفة لأوضاع القوى السياسية ومن ثم سوف يتم إعادة ترتيب القوى السياسية والاقتصادية في العالم يا شائل علي القدير أنه تحصل الأزمة الروسية الأوكرانية وتبقى كأنها مش بقى في جملة كده لطيفة ناس يسألون لك تحريك المياه الراكدة لا ده تبقى وكأنها حجر من أحجار الأساس أو الأعمدة الرئيسية لأجل فكرة تغيير في توازنات القوى السياسية والاقتصادية على مستوى العالم وخليني أخذ معنا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أهلاً 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 يا أستاذ أهلاً أستاذ أستاذ أحمد ناجي أحمد ناجي أمحى في الفطار مصر حلوة ومصر جميلة جداً أستاذ الموزيع وهو يتنبأ بكل المتغيرات اللي فاتت ده لا 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 الموزيع يجي إيه جنبك ما تقولش جداً إدراك واضح وبين ومؤشرات كانت واضحة قدامك لازم نفهم أن الدولة المصرية والليادة الدولة المصرية معطاقة والنهاردة الدولة المصرية في هذا الحفل لم يكن حفلاً للإفطار ولكنه كان تعبيراً كما أتصور في تصور بسيط إذا سمحتني عن وضع خارطة جديدة لمستقبل مصر السياسي تصور دقيق مصر تحتاج في هذه اللحظة إلى الأطرحات المختلفة بمعنى أنني معارض بالنظام أهلاً وسهلاً فلتطرح رؤيتك وفقاً للثوابت الوطنية والأهداف القومية والمصلحة العليا للوطن كما تفضل فخامة الرئيس وأشار لا ينبغي أن نختلف على وطن الوطن هو غياتنا جميعاً نتفق مع سياسة نختلف مع الأخرى ولكن دورنا جميعاً أن نقص خلف القيادة السياسية أن نطرح عليها الخيارات البديلة أن نحسن طرح هذه الخيارات بصورة تعمق من الحوار حولها بما يجدي مستقبل أراه مشرقاً يعني المشهد المعارضة في حضرة زعماء للمعارضة السياسية لطالما وقفوا كثيراً مواقف شديدة جداً المشهد اليوم مختلف المشهد اليوم يدل في ظل المصلحة مع قطاع مهمة قطاع الشباب والإصرار على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أيوة عن الشباب نقطة محورية لانطلاق مصر على أرضية جديدة أرضية نسك فيها جميعاً في بعضنا البعض لا نخون أحد ولا نلتفت إلى اتهامات تلقى جزافاً ولكن على أرضية مشتركة أرضية الحوار نتفهم جميعاً الظروف المحيطة بالدولة المصرية الدولة المصرية دولة عانت كثيراً في الفترة من 2011 مثل 2013 2015 الدولة المصرية كانت بتعاني متوقف عدل الإنتاج الدولة المصرية عانت معاناة شد في مكافحة الإرهاب يمكن هم دول المحورين اللي كانوا بيقرقوا في قامة رئيسها في الفترة السيسي وهم دول المعضلطين اللي مصر اتغلبت عليهم لما بنشوف موقع الدولة المصرية من مؤشرات النمو الاقتصادي ومن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي مصر دولة مستقرة مصر دولة أمينة ويمكن سيادة الرئيس أورز في حديد العديد من المؤشرات على كفاية المصرون الاستراتيجي على حرص الدولة والحكومة على توفير هذا المصرون على تعدد المصادر الاكتفاء الذاتي الموجودة في الزراعة مؤشرات اقتصادية طيبة جدا ينبغي أن نتوقف وأن ندرك جميعا أننا في مركب واحد وأن هذا المركب له قيادة تتمتع برؤية حكيمة اتكرموا في الاستماع إلى الجميع من أنجل التوافق على أهداف وطنية ثابتة ورسخة للدولة المصرية وأن نعلن للعالم أننا قادرين معا على التحدي وعلى فرض قرارة هذه الدولة على ما أداها من إرادات صحيح 100% أنا مشكورك جدا 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 كتبنا الصحفي الكبير رسول أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية خصوم في إشارته المهمة جدا لما تفضل به فخامة الرئيس حول إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية أيضا إبداء الرئيس سعدته بخروج مجموعة كبيرة خلال الكامي يوم اللي فاتوا يعني تحديدا من الشباب الذي يحملوا المعارضة تاني اختلافك في الرأي لا يفسد للوطن لا يفسد لمصر أي قضية على الإطلاق أنا عايز إحنا عندنا فاصل صح؟ هستأذنكم هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل الكلام أهلا وسهلا بحضر مصر أنا النهاردة مبسوط حقيقي يعني مبسوط بكل حاجة أنا سمعتها بكل تفصيلة بكل جملة بكل كلمة ذكرت في كلمة الرئيس النهاردة خليني أقولك أنه أيضا المركز المصري للفكرة والدرسات الاستراتيجية ثمن دعوة فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي لإطلاق الحوار السياسي الشامل اللي بيستوعب كافة مكونات المجتمع المصري اللي بيحفز الأجيال الشابة على المشاركة الفاعلة في بناء جمهورية جديدة حقيقية بتقوم على أسس الحقوق المتساوية لكافة المواطنين العدالة المساواة في الفرص الحق في التعبير عن الآراء السياسية بحرية تامة مركز المصري بيقول أن الدعوة بمثابة بدء مرحلة جديدة في توجهات الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتح السيسي وأنه المركز بإذن الله سوف يضع مركز المصري يعني الفكرة والدرسات الاستراتيجية سوف يضع كل طقته وإمكانياته للمساعدة في ذلك للمساهمة في إنجاح هذا الحوار السياسي الشامل من خلال نخبة واسعة من الخبراء وشباب الباحثين اللي موجودين في المركز المصري وبيبدي استعداده لاستضافة جلسات الحوار السياسي إلى جانب مؤسسات أخرى سواء على استوى الدولة أو المجتمع المدني دي بادرة مش بس طيبة بادرة شديدة الأهمية من المركز المصري الحياة أيضا سات النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بيأكد على أهمية المشهد اللي ظهر عليه حفل إفطار الأسرة المصرية هذا العام وضح سات النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إنه حديث الرئيس النهاردة اتسم بالصدق والصراحة وقام بإطلاع الشارع على حقيقة الأمور وكشف كل الحقائق نائب سليمان وهدان قال إن الدولة المصرية بزلت مجهودات ضخمة علشان تقدر تتخطى الأزمات سواء زي كانت الأزمات دي داخلية أو الأزمات دي عالمية بالتزامن مع عمل جاد من أجل تطوير البنية التحتية المصرية وتحسين حياة المصريين على صعيد الخدمات اللي بتتقدم لهم ودعم الفئات الأكثر احتياجا ده كلام مهم بالمناسبة قوي قوي إلى أبعد الحدود وقالوك في الآخر بس على هذه الكلمات أو البيانات أو التعليقات من بعض الحضور أيضا عايز أقولك إنه تنفيذا لتوجهات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية فإنه مؤسسة حياة كريمة بتعلن استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير لحد نهاية عشرين اتنين وعشرين ده بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريتنا أثناء كلمة سيادته في حفل الفطار بتاع الأسرة المصرية النهاردة أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة وصل الخير اللي بتيجي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ده بيحصل بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بتشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر وهتواصل القوافل بتاع تواصل الخير من مؤسسة حياة كريمة جهدها بمشاركة أكتر من 9000 متطوع ومتطوعة في المؤسسة ويتم توزيع تقريبا مليون ومتين ألف صندوق حماية اجتماعية حتى الآن أو ده اللي تم لحد دلوقتي ده على مستوى تاني كافة المحافظات ليست محافظة ولا اثنتان وإنما كل المحافظات تبقى لتوجيهات فخامة الرئيس علشان يتم تقديم يا جماعة المزيد من الدعم دعم حقيقي يوصل لمستحقية مش من بتاع زمان دعم لكل الفئات اللي فعلا هي الأولى بالرعاية وقررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة حتى شهر ديسمبر القادم ان شاء الله يعني يا سيء يعني 5,6,7,8,9,10,11,12 الثمانطوشهر اللي جايين دول أصعيم احنا في إبريل كفودة أقول 8 من بداية كويس؟ طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مصطفى الزمزم رئيس مجلس إدارة صناع الخير يعني والصديق القديم إزاك يا دكتور مصطفى؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف عامل إيه أخبارك؟ كل بخير والله يا فأنا من الحمد لله تخيل بقولك الصديق القديم ما كده قلت لك يا دكتور مصطفى قلت لك يا أستاذ يوسف إحنا نعرف بعض من 2003 دلوقت ده شرف لي حبيبي اشرح لي أكتر اللي هتقوم بيه أو هيقوم بيه التحالف هنعمل إيه لحد شهر ديسمبر بإذن الله خلينا أقول لحضرتك إن النهاردة كان خطاب تاريخي لي على جميع النواحي يعني النهاردة نتكلم على الجزء التجموي صح وخبرتنا فيه على مدار الـ 20 سنة اللي فاتوا دول أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا وصلنا هنا النهاردة لقمة الهرم بتدشين التحالف الوطني بشكل رسمي اللي اشتغلنا يمكن كل عضاء التحالف المؤسسين على مدار الشهرين اللي فاتوا في توحيد قواعد البيانات في حزمة من الخدمات والحماية الاجتماعية كل من الأعضاء بيبدأ يوصق التجارب بتاعته وخبراته في مجالات متعددة سواء الضبي أو تمكين اجتماعي أو تمكين اقتصادي أو تعليمي أو بيئي في إطار واحد ومنظومة واحدة وده الحقيقة النهاردة السيد الرئيس أكد عليه إن الدعم للتحالف بيخدم سبعة ونصف مليون مواطن هما الأكثر احتياجاً في الفترة القادمة وإن دعم سيادته وتوجيهه به دعم لأجيزة الدولة مترسلة في وزارة التضامن ومجلس الطاوم الحقوق الإنسان وكل الجهات المعنية بقيمة يمكن تتراوح لتسع مليار جنيه المجتمع المدني النهاردة كل الأعضاء التحالف كانوا موجودين في الفطار وكانوا سعداء جداً بالكلام اللي بيتقال وبالتدشين الرسمي وبالتحرك أن كل حزمة المشروعات اللي بتطلقها سواء صنع الخير أو حياة كريمة أو كل أعضاء الجامعات اللي موجودين أنه هنكمل ده لنهاية العام مش بس بنهاية شهر رمضان الكريم يعني زر حاك قلت النهاردة حياة كريمة بتكمل المظلة الحماية الاجتماعية بسواء صنع الخير مصر الخير كل الجهات المشاركة بيتدى وتحركوا على أساس أن الأزمة العالمية الموجودة دلوقتي بتأثر على كثير من الأسر المستوها المادي طبعاً ضعيف فإحنا لازم نكون دورنا ومساندة الدولة تدور رئيسي المجتمع المدني المجتمع المدني أسس قواعد بينات محترفة ويمكن بنسم من كل الجهود اللي قامت القطرة اللي فاتت دوننا الغرفة المركزية الحياة كريمة أن كلنا نكون قاعدين على ترابيزة واحدة زي ما حاج شفت النهاردة إحنا بنتكلم بأرقام وبنتكلم بوصائق وبنتكلم بتحركات فعلية عارفين المواطن المصر اللي في حلاب وشلاتين واللي في سانت كاترين واللي في أسوان واللي في مارسة مطروح واللي في شمال تينا وجنوب كلهم بالنسبة لنا بقوا موجودين على قاعدة واحدة بقوا موجودين على شاشة قدامنا قادرين يكون لنا كل جامعية من الجامعات الأعضاء الثمانية وعشرين أو اللي بيصلوا لثلاثين معسسة قادرين يعودوا ويعرفوا مين اللي موصلوش مساعدات مين اللي موصلوش خدمات تنموية مين اللي عنده مشروع تنموية وعاوز يحصلوا تمويل بالتنسيق طبعا مع جامعات قاعدية كبيرة احنا عندنا قتل من خمسة وخمسين ألف جامعية أهلية تغضع لإشراف ورقبة من التضامن الاجتماعي وقادرين كل جامعية فينا من الجامعات الكبيرة لأعضاء المؤسسين للتحالف عندهم قواعد بينات أخرى في الارتقاء والتمكين وبناء القدرات للجامعات الصغيرة اللي موجودة في الكرة ودول الحقيقة هيبوا عنينا كمان في الرقابة المجتمعية والمشاركة في البرنامج الرئاسي أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة انك قادر انك تتواصل مع المستوعين اللي في البرنامج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومع الجامعات القاعدية ومع كل المستوعين اللي هيشاركوا في الفترة اللي جاية فالحقيقة ده انطلاق ويعني تدشين رسمي وتاريخي لكل الجهود المجتمعية والتنموية اللي هتحصل الفترة اللي جاية طيب مصطفى أنا بقى أطلب منك طلب يعني بعد حوالي 19 سنة صداقة أما قاني الأواني أن احنا نلتقي في التاسعة ده شيء يشرفني وفي أي وقت أنا جايز تحت أمركم ربنا خليك وإن شاء الله هنعلن في اللقاء ده زي ما كنت بأتكلم مع حضرتك إن احنا هنعمل حزمة من الخدمات تقدم لمشاهدي البرنامج على مستوى الجمهورية بإذن الله ده كمان شيء يكون رد الجميل لكل أهلين ناس اللي استحملت الضغط واستحملت المعاناة وناس كتير جدا مع الأزمة الاقتصادية العالمية دي هتتأثر للأسف الشديد فاحنا بنحاول نلحق من وسائل الإعلام اللي بقول أنا كمان إن الإعلام هو الضلع الرابع في التنمية التنمية مش مسلس بس لو إحنا النهاردة بنتكلم عن مسلس التنمية من انتطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني لازم نقول إن فيه ضلعة لازم يضاف ونقطة رئيسية هو الإعلام نوصل لكل أهلنا في كل مكان ضروري ضروري بإذن الله إذن على لقاء بإذن الله سبحانه وتعالى بعد العيد كل سنة وانت طيب كل الشكر ليك دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة صناع الخير واللي جرى فعلا النهاردة زي ما قال صديق العزيز مصطفى زمزم النهاردة كان إفطار تاريخي مهم إلى أبعد الحدود بقى على سبيل المثال أشاد تحالف الأحزاب السياسية واللي بيضم أربعين حزب سياسي مصري بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اللي بتتمثل في إيه بقى مولانا حزمة من القرارات الاقتصادية والسياسية واللي اجتماعية أكد سيد النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب رئيس حزب إرادة جيل في بيان إن تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارع الأمح ومشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة وشركات كبيرة قوي بالمناسبة طرح حصص لها فيها في البورصة يعني أنا وحضرتك نقدر نروح نشتري أسهم نتملك في هذه الشركات يزيد رأس مالها تزيد قدرتها على الاستثمار تزيد قدرتها على الانتاج سهمك هيكسب طول ما هذه الشركات بتكسب أيضا قارات متعلقة بدعم المستثمرين فيها بقى حلول جزرية لمواجهة الأثار الناجمة عن التداعيات العالمية أيضا فيها إعفاءات ضريبية يعني متوسطة المدى أظن تقريبا خمس سنين لو أنا فكر الرقم مضبوط مش عاوز حدد رقم بس عدد سنوات عشان أنا نسيت الرقم بصراحة يعني في ظلم من أول ما الرئيس قال كده كله قاعد يصفق تصفيقا حدا على مسألة دعم الاستثمار ده أنا عايز أقولك كمان أنه الرئيس قال وأنه أنا بوجه الحكومة لكي تعلن عن مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة التعامل مع الأزمة العالمية وحزمة لتحفيظ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يا سادة يا كرام مصر على مستوى العالم هي بلد شديدة الجاذبية الاستثمار هي البلد رقم واحد في جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط رقم واحد مش رقم اثنين الشرق الأوسط من محيطه إلى خليج نمرة واحد مصر من الدول شديدة الجاذبية الاستثمار في العالم الإجراءات اللي بتتعامل تدخل استثمارات استثمارات يعني سعر الدولار يبدأ يهدى استثمارات يعني إنتاج كتير يكفيك وتصدر استثمارات يعني لما تصدر تقدر تدخل فلوس أكتر استثمارات يعني فرصتك في العمل بتزيد جزء من اللي قاله الرئيس وهو شديد الأهمية البطالة اللي كانت في 11 و 12 و 13 وصلت لحد 14 و 15% وكنا وقتها 85 مليون ولا 90 مليون النهار ده هي 7 ونص في المية مع أننا دخلين على 110 مليون يبقى تصور لو إحنا العدد ما بيزيتش أو بيزيت زيادة هينة بالراحة يعني ده معناها كانت البطالة تبقى إيه؟ ده كده كان معناها أنك ممكن البطالة توصل تقريبا لـ 5% تاني لازم تبص على الأرقام والنسب دي عشان تستوعب حجم الجهد فيه ناس بتتكلم ويمكن مش واخدة بالها ما بتبصش كويس على الأرقام ما بتحللش الرقم يعني طيب خليني أقولك كمان على تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي تبعت طبقا لمصطلح اللي تم استخدامه في بيانهم بترحاب بالغ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية وبتثمن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء من توجيهات القيادة السياسية من دعوة لحوار وطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لأنه هذا يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي خد بالك من الجملة دي خد بالك من ما ورد فيه بيان تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا يسهم في تعزيز عملية البناء الديمقراطي في مصر في هذا الوطن العظيم الكل بيثمن قرارات فخامة الرئيس تعرف يعني بتعمل حوار وطني وتعيد تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتفرج عن أعداد كبيرة جدا من الناس اللي كانت موجودة من المعارضة الديمقراطية إحنا هنا مش بصدد المحاسبة من أخطأ ومن لم يخطئ من المخطئ ومن هو المصيب المسألة مش في كده المسألة في إنه عزيزي المواطن سيدي المواطن سيدتي المواطنة فرق ما بين معارض وحد عاوز يضربك ويخبطك في صديق قديم زميل رفيق مش موجود في مصر يعني وفي بيننا اختلافات كتيرة جدا ضخمة يعني عايزة أقولك إنها على طرفين نقيد في القراءة شو تلو فيديو واو بيتكلم عن إنه رئيس عبد الفتاح حسيسي دايما نتكلم عن التحديات التحديات كفاية كلام عن التحديات طب قمنا نتكلم على الإيه يعني لما يبقى فيه أزمة عالمية تخلي رئيس أمريكا يقول محدش يتكلم معانا تاني يا جماعة في موضوع التضخم ولا موضوع البطلة لأنها مبقاش في حاجة في إيدينا أكتر نعملها خد بالك ده رئيس دولة صاحبة أكبر وأقوى اقتصاد على مستوى العالم بيقولك محدش يتكلم معاه في ده مفيش حاجة في إيه تاني يعملها لك في حين إنه رئيس الدولة اللي أنت مش متفق معاه أو مش موافقه على مصطلحاته أو على قراراته بيقولك لأ نتكلم في البطلة ونتكلم في التضخم ونشوف هنعمل إيه وبناخد قرارات وبنطرح حزم لمساعدة الفئة الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وإحنا يا أخي محناش الاقتصاد رقم واحد على العالم ولا إحنا رقم عشر على العالم إحنا أظن إحنا الاقتصاد رقم تلاتين منحس الحجم الكل طالما يعمل عقله يثمن ما حدث اليوم ويثمن النقاط اللي أوردها الرئيس وتناقش فيها بمنتهى الصراحة بمنتهى الوضوح بمنتهى الجلاء بل وكما جرت العادة لسيادة الرئيس بمنتهى الجسارة ما حدش قبل كده أتكلم معنا بالطريقة دي أبدا ما حدش كان واضح وصريح وجسور أحيانا كنا نجد من يجمل الصورة إلى أبعد الحدود فنشعر وكأننا عايشين على جنة على سطح الأرض جنة اللي على سطح الكرة الأرضية وأحيانا الصورة سوداء قاتمة مش حد فتح قلبه والمعلوماته وما لديه من حقائقه وأرقام بهذا القدر أبدا أبدا إحنا من 1805 حتى هذه اللحظة ما حدش اتكلم معانا بهذا الوضوح وبهذه الجسارة حقيقي أدروا ده لأنه مهم التأدير يدفع للأمام أما بخاس الحقوق مش هيودينا في حتة بالعكس يرجعنا وراء خلطة الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر نتقابل تاني بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم كان معكم يوسف الحسيني وبرنامجيكم أتى الساعة سلامت